مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم معي لكم وصفة حاجة جدا روعة شربة الدقاق بالمشروب والكريمة أو بالفطر والكريمة والدقاق طبعا أخي شاف المشروب هذا الطازق وقال لي إلا ياخده طبعا ما كانش أحسن حاجة بس كان هو الوحيد المتوفر لما يكون المشروب أو الفطر يعني قديد صراحة يكون يعني بيعنه بخمسين جنيه لكن زي هذا أخدته بـ 30 جنيه لأنه يعني قديم يعتبر فحاولت أني كده أن أتضفه مضبوط هو البعض يعني ما يغسلوا النورش بس أني لازم أغسله وأنا شوفه على طول لأنه البعض بس يمسحوا بفوطة وعشان تفرزنوا يعني عندكم كمية قبوا زبدة أو زيت مع شوية سمناء أو زيت مع شوية زبدة وشوحوا عشان تدخلوا بالفريزر شوفوا أني شوحته وأخدت كمية اللي بستخدمه والباقي حطته عادي بالفريزر وقت ما أحب أطلع منه وأستخدمه طبعا مشروع مطازق أفضل بكثير من المعلب وهنا طبعا أني لأني بسوي شربة تعرفوا لما يكون معاكم غدا دقاج أو باقي قليل دقاج كده أخدت منه شوية قلت بخليلي العشاء بعمل لهم سوب أو شربة وباقي شوية كريمة يعني كده خرج كده قليل على جنب يعني كده شوفوا كم الدقاج كده حاجة بسيطة فأخدت كده شوية من الدقاج وخليتول العشاء بقلت بسوي لهم شربة والآن شوفوا فرمت البصل فرم ناعم استخدموا أي نوع بصل أني هذا المتوفر وعندي طبعا مرقات حق البهارات المرقة البدوية باستخدمها وعندي بصل بودرة بصل بودرة ثوم ممكن ثوم فريش أول حاجة بضيف الزبدة ومع شوية زيت وبضيف البصل طبعا أني مشتش أحمر البصل لا البصل ما يتحمرش بس شوية يدبل لأنه منشتش الشربة غامقة هنا عندي دقاج كده مقطع مكعبات من حق الغداء باقي بس متبل بفلفل أسود وملح وببركة وزنجابيل وأضفت كمان ثوم فريش وأضفت كمان بهارات المرقة البدوية عادي لأنكم تستخدموا ماجي يعني مكعبات الدقاج وضفت بودرة بصل وبودرة ثوم طبعا إذا أنتم ما بتضيفوش كريمة ضيفوا ملعقة كبيرة دقيق يعني دقيق أبيض ضيفوا أشوحوا كمان إذا بنتضيفوش كريمة بس أني بضيف كريمة هنا عندي مشروم خركت من المشرووم اللي بستخدمه والباقي حطته في علبة بالفريزر هنا ضيفت شوية ماء عشان مشتش الحاجة تتحمر يعني مشتش يحرق علي البصل وكده فحسيتوا بينشف فضفت شوية ماء الآن تقدروا إيش تضوفوا تقدروا ضفوا مرقة لحم مرقة الدقاج إذا عندكم أو أني بضيف ماء عادي ماء مغلي عادي وضفت الملح حسب الرغبة وخلوه كده غطوه خلوه كده يتسبك عشان استوي الدقاج وياخذ الطعم عشر دقائق هي شربة أستما ما تاخدش وقت بس هو الدقاج وهو الدقاج شوية وصدوري يعني ومقطع صغير بعد عشر دقائق كده حسيت كل شي استواود جانس بضيف الكريمة شوفوا أن الكريمة عندي خفيفة ليش؟ لأني استخدمت في الغداء الكريمة فكان أخدت كل مكانش ما رقيتش الكريمة تمام يعني ما خلطيش تمام فبقالي السائل يعني الثقيل أخدته كان في عملت أكل هندي بتشوفونه بآخر الفيديو فرجعت إيش عملت وما شوفت الكريمة خفيفة أضفت ملعقة دقيق مدوب فيها ماء وأضفته لكن انتم بالبداية حطوا الطحيل وممكن يعني استغنوا عن الكريمة حطوا دقيق وخلاص وتستغنوا خليت شوية بس كده خمس دقائق وبعد كده خلاص طفت عليها وحطت بقدونس كده رشة بقدونس تعرفوا يعني قدوا أخي يحب البقدونس كيف فأني أكيد بكتر بقدونس خلاص كده نقلبه وتكون جاهزة طبعا بقول لكم حاجة إذا أنتم بتعملوها بس بدقيق ما عندكمش كريمة عادي تقدروا تضوفوا ملعقة قبنة سائلة أو قبنة ثلتات بس عشان تخليها ريتشي يعني تخليها كده طعمة كريمي فإذا عندكم قبنة ضيفوه إذا بتعملوها بس بدقيق كيف بتحسبوه على كل كوب ماء أو كل كوبين مرقة بتعملوا ملعقتين من الدقيق طبعا وعندي أني هذه المعالق كده شنطة الملاعق هذه طبعا حق أهلي وأني طبعا ما قلش صرقته أنا أخدته بكل حب من أهلي عشان تعرفوا أني أصور فقلتهم لازم أاخده فأخدته ما عتبرش أني صرقته لا أنا أخدته عادي عشان أني أصور طبخات وبس والله هنا كده قدمت لهم كده يعني بزبديات ممكن أنتم تشوفوا تتحكموا بقوام السوب الخلطة تقدروا تخلوها خفيفة أو تقيلة قدموا معها فلفل وملح اللي حابي يضيف وتقدروا مع الشطة وعصرة الليمون تطلع رهيبة أحلى شربة كريمة بواقي أكل معاكم أنا باقي كان معايا دقائق تقدروا دايما لما يكون يعني تطبخوا ده خرقوا حاجات للعشاء زي أني هذه الشربة تقيلة أكلوها بس بعد أن أكلوا فواكه وشبعوا الحمد لله يعني دايما يكون معاكم شي بسيط طبعا هذا كان مغدا كان أكل هندي عملت لهم البتر شيكن وخبز النان ورز أبيض وحمد لله أحلى أكل طبعا أخي عقبوا كتير الأكل الهندي أنا مش دايما ما قد اليوم عملت لهم يا حتى ما نزلت عدن يمكن مرة عملت لهم ومش فاكر كان أخي يحب الأكلات اللي فيها شوفوا اللي فيها خبز اللي فيها سندوتشات الحاجات الناشفة ما يحبش الرز الصوانين زي نحنا بعدا ما يحبش الكبسات يحب حاجات كده سندوتشات إذا بتلاحظون أني عملت يعني يحب الشيش طاوق الكباب هذه الأشياء اللي تدخل فيها سندوتش فيها صوص طحينة حمص يحب زي كده مشاوي إن شاء الله بنعمل الفروق منعمل أكلات كتير حلوة تنفع عشا وتنفع غدا وهنا تعالوا مع فقرات مشترياتي أحلى حاجة أني اشتريت من من مصر يعني هذه البولات أو الزبديات أو مطايب الفلات اللي أغطيها وإذا أنتم شايفين كيف كيف السماكة تبعي يعني يسمونها بولات فلات روعة قدن تدخل الفريزر وتدخل إعادة التلاقة والميكرو ويف حسوها كده زي رابل بس هي مش رابل بلاستيك روعة قدن خبز فيه بأحفظ فيها الأكل يعني مستحر تطلع ريحة شوفوه مش إعلان يعني بس إنه للفايدة للموجودين في مصر لا تفوتوش هادي فيه زي كده تقيفلات قصيرة وفيه لدقي عميقة وأحسن حاجة في بأنه فيها أغطية يعني خلاص قد تحطي الحاجة وتغطي عليها تخمري عقينة تحطي فواكه تحطي صوصات يعني تتبيلة وما تخرجش الريحة هادي أحلى حاجة وتحسوا إني ما تتغيرش وألوانها تفتح النفس أنا أحب الألوان قذبتني الألوان وأني أدور حاجة كده بغطاء جدا رهيبة وفي مني ألوان في يعني عدة ألوان في كل خمس حبات ألوانها غير تكون وأنا اخترت هذا الألوان وما شاء الله قد تكون تدخل الميكروويف غسالات الصحون الفريزر والتلاقة وآمنة كمان صحيا روعة جدا طبعا كمان أنتم سألتوني نوع الدقيق اللي أستخدموه هنا في مصر إيش عقبني للخبز للعيش استخدمت دقيق اسمه حبوبة بتشوفهنه بآخر الفيديو روعة جدا كمان وكمان الكوثر هادونا الاثنين اللي عقبوني حتى باللحوح لما عمل اللحوح عقبني قوامه وعرفت يعني أضبطه تمام هذا حبوبة فيه كمان دقيق اسمه الكوثر كمان حلو حبوبة بـ 24 جنيه والكوثر بـ 22 جنيه وكلهم حلوين بالعافية ليولوكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم ترجمة نانسي قنقر